يا نايم وحر الدايم بتلك الكلمات مع نقر منظم ومعتاد على الطبلة الصغيرة التي يحملها محمد ويتجول في شوارع مدينة الحسكة ليقاضي النائمين لتناول السحوري والاستعداد لصلاة الفجر وقراءة القرآن انا جيت من حلب عرفت علي هناك عنا جواب حلب في مسحاراتي بس هون حبيت انا من حسكة شفت منه ما في مسحاراتي مشان هالشي ان اطلعت انه اجواء انه ارجع الاجواء بالحسكة رمضان هو السبب الرئيسي هو الاجر مشان مشان انصحر الناس وده ما تعرف انه بهالوقات هذا ما فيه جوامع تفيل الناس ومن هالسبب مشان هالسبب هذا قلت لك اي اول سنة لالي عرفت علي كيف ويقول محمد ابن مدينة حلب ان مهنة المسحارات لم تكن موجودة بالحسكة خلال السنوات الماضية فاحببت ان احييها كطقس جميل من طقوس شهر رمضان الكريم اضافة الى كسب الثواب والاجري من خلال ايقاض الصائمين النائمين المسحاراتي كان ايام زمان بالسبعينات يشيل بايده عصابي وانتسمى الجناء ويضرب على البواب بشكل دام على بيت فلان وبيت فلان ومن بعدها اختفت الظاهرة هاي هالسا بالوقت الحاضر عم ترجع نفس الظاهرة المسحاراتي الظاهرة هاي الظاهرة القديمة الجديدة قديما كانت منتشرة بكل انحاء سوريا وبكل الحارات والازقة يتعهد شخص من كل حارة بمجيء الى البيوت وقت الصحور ويفيق كل العالم باجراءه وبصدقة الفترة الماضية اختفت لم نشعر بها ولم نشاهدها الان بهذا الشهر الفضيل شفنا هالبهجة وهالشي اللي افتقدناه الفترة الماضية فاحنا نتفائر خير انه بعودة المسحاراتي وعودة بهشار الفضيل ان شاء الله يعمل الامن والامان لسوريا وترجع سوريا كما كانت الامسحاراتي ادخل البهجة والسعادة في نقوس اهالي الحي واعدا بهم الذاكرة لثمانينيات القرن الماضي متمنين ان يعود الامن والامان لسوريا مع عودة عادة الامسحاراتي احمد الحمدوش لاخبارية السورية الحسكة ترجمة نانسي قنقر